الجيش أحلى أيام حياتي هكذا وصفت المجندة الإسرائيلية السابقة آيدن أبرغيل هذه الصور والتي نشرتها على صفحة الفيسبوك الخاصة بها ذلك الوصف فضلا عن طبيعة الصور التي تظهرها تبتسم قرب سجناء فلسطينيين مقيدي ومعصوبي الأعين أثار موجة انتقادات حادة داخل إسرائيل وخارجها المشكلة ليست في الإدانة فهم سيدينونها ولكن الجيش يحتاج إلى أن يعرف هؤلاء الجنود بأن الفلسطينيين هم مدنيون ولهم حقوق إنسانية ولذا يجب أن يعاملوا كبشر لا كمجرد خلفية للصور فيما انتقد مسؤولون في الجيش تصرف أبرغيل هذه صور مقززة جيش الدفاع الإسرائيلي لا يمكن أن يتغاضى عن مثل هذا التصرف ووصفت جماعات فلسطينية هذه الصور بأنها مهينة تظهر عقلية المحتل أعتقد أن هذه الصور للمجندة الإسرائيلية مثال لما يقوم به الجيش الإسرائيلي والاحتلال من إهانات وقهر للشعب الفلسطيني كما أنها تبين أن الاحتلال الإسرائيلي يفسد الإسرائيليين أيضا وكانت الصور المثيرة للجدل ضمن 26 صورة نشرتها أبرغيل على صفحتها بعد أن أنهت خدمتها الإجبارية في الجيش لذا فمن غير الواضح هل ستتعرض المجندة السابقة للعقوبة أم لا حيدر الصافي بي بي سي شكرا